اشتركوا في القناة بد الملك لويس فليب في 1832 بدأ فيكتور هيغو كتابة روايته سنة 1845 وبعد ثلاث سنوات توقف مدة طويلة قبل أن يعاود كتابتها ويصدرها سنة 1862 تصف الرواية حياة عدد من شخصية فرنسية على طون قرن التاسع عشر الذي يتضمن حروب نابليون مركزة على شخصية السجن السابق جانفالجان ومعاناته بعد خروجه من السجن كما تعرض أيضا طبيعة الخير والشر والقانون والعدالة والطبيعة والرومانسية والحب العائلي ظهرت رواية البؤساء على المصرح وشاشة بنفس الاسم كما حققت مبيعات ضخمة وحصلت على عدة جوائز ترك فيكتور هيجو نتاجا ضخما متنوعا للفنون الأدبية منها هيرناني عام 1830 أوراق الخريف عام 1831 العقاب عام 1853 تأملات عام 1856 أسطورة العصور بين 1859 و1883 البؤساء 1862 عمال البحر 1866 من هو فيكتور هيجو؟ يحتل فيكتور هيجو مكانة مميزة في تاريخ الأدب الفرنسي فقد ألقى ذله على القرن التاسع عشر بكامله سواء بنتاجه الأدبي الذخم أو بمواقفه السياسية ولد في 26 من فبراير عام 1802 بمدينة بيزينسون الفرنسية وثلق دراسته بباريس وألف في سن مبكرة قصائد الأولى وارتسم طموحه البعيد حيث نال جائزة من أكاديمية فرنسية وهو لم يتجاوز الخامسة عشر في عام 1922 بدأ هيجو نشر مجموعاته الشعرية والقصصية التي ترخصت بنشر رواية نوتردام دوباري في عام 1831 حيث أظهر فيها مهاراته التعبيرية وقوة خيالية وقدرة على إحياء التاريخ بسبب مواقفه السياسية المناهضة نفي هيجو إلى بلجيكا لمدة 19 سنة كتب فيها قسم الأهم من نتاجه الأدبية على غرار رواية البؤساء ثم عمال البحر والرجل الضاحك توفي هيجو في 22 مايو عام 1885 بباريس ملخص الرواية تدور فصول الرواية عام 1815 في مدينة ديني الفرنسية حيث كان جالفالجان للتويقة أطلق سراحه بعد 19 عاما قضاها مززونا في سجن طولون خمس سنوات عن سرقة خبز لأخته وأطفالها الذين يتذورون جوعا وأربعة عشر سنة أخرى عن محاولته العديدة للهرب وأصبح أصحاب الفنادق في مدينة ديني يرفضون استقباله بسبب جوازه الأصفر الذي يشير إلى كونه مجرما سابقا يستضيفه شار ميريل في بيته في مدينة ديلي وفي الليل يهرب جانفالجان سارقا أواني الفضية وعندما قبضت عليه الشرطة تظهر ميريل بأنه هو من أعطى هذه الفضيات لجانفالجان فقبلت الشرطة هذا التبرير بعدها أخبر ميريل جانفالجان بأن حياته قد وهبت لله وأن على جان أن يستخدم المال الذي تعادله فضيات ليجعل من نفسه رجلا صالحا كان ميريل هو أول من أعاد لجانفالجان كرمته الإنسانية وقيمته الاجتماعية ودعاها السيد وأحسن إليه فحصل في نفس جان تحول عظيم فأصبح ينقض الناس بقوته الجسدية الفائقة ويساعدهم بأعمال الخير تمر سنوات ويسير جانفالجان مستخدم الاسم مالدين مالكا ثريا لمصنع في مدينة مونترييل سارمير ويعينه الملك بعدها عمدة للمدينة وبينما هو يسير في الطرق المدينة شهد رجلا محصورا تحت عجلة العربة فألقى جان بنفسه تحتها فرفعها وانقذ الرجل لاحظ المحقق جافير ضابط الشرطة المدينة الحادثة وهو الذي كان حارسا في سجن طولون وقت احتجاز جانفالجان وبدأ يشك بالعمدة بعدما شهد قوته في رفع العربة فهو يعرف رجلا واحدا بهذه القوة وهو المجرم جانفالجان من جهة أخرى كانت هناك عاملة اسمها فانتين غادرها زوجها تاركا لها ابنة اسمها كوزيت فانتقلت إلى مدينة مونتور فيرميل وتركت طفلتها كوزيت في رعاية عائلة تينارديه الجشعة وسيئة الطباع لم تكن فانتين صاحبة الشعر الذهبي والأسنان اللؤلؤية تعلم أن تينارديه كانوا يسئون معاملة كوزيت ويستغلونها لتعمل لديهم في النزل وتستمر جهدة في تلبية طلباتهم الابتزاسية وتتعرض بعد ذلك فانتين للترد من مصنع جان فالجان بسبب اكتشاف قصة طفلتها الغير شرعية وفي نفس الوقت تزداد طلبات عائلة تينارديه المالية وتضطر فانتين لبيع شعرها وأسنانها مع العمل في مهن أخرى لتدفع لثينارديه حتى أصابها مرض خطير تتعرض فانتين للمذايقة في الشارع من أحدهم فترد بضربة ويقبض عليها فيما بعد المحقق جافيير ورغم أنها توسلت له كثيرا بأن يطلقها لتتمكن من توفير النقود لأبنتها يحكم عليها بسجن لمدة ستة أشهر ويتدخل بعدها العمدة مالدين الذي هو نفسه جان فالجان ويأمر بإطلاق سرحها رغم مقاومة جافيير لهذا القرار يشعر جان فالجان بالمسؤولية تجاه فانتين لأنها طردت من مصنعه ويعيدها بأن يحضر كوزيت لها وأن يتكفل بعلاجها فيما بعد يتهم رجل جائع بسرقة بعد انتقط من طريق عام غصلا فيه بقايا فاكهة ولما كان هذا الرجل كثير شبه بجان فالجان فقد وجهت له تهمة سرقة على أنه جان فالجان وكان مفتش الشرطة من أكثر المتحمسين ليساق التهم بذلك الرجل وشهد أمام المحكمة بأنه جان فالجان نفسه سلم سيد مالدين الذي هو نفسه جان فالجان نفسه للمحكمة بعد سراع طويل مع الذات وتأنيب الضمير كي ينقذ ذلك الرجل البريء وكشف عن حقيقة نفسه من معرضه للعقوبة السجن من جديد ونظرت له المحكمة على أنه صاحب سوابق ولكنه وخلال نقله من مكان إلى آخر مع مجموعة من المحكومين استطاع الفرار والاختفاء من جديد وقذى بقية حياته طريدة وقد تبنى كوزيت ابنة فانتين بعد وفاتها وكرس حياته لإسعادها